اشتركوا في القناة وهو يحمل الوان المنتخب الجزائري مع خلفية بالعالم الوطني وتعتبر هذه الخرجة هي الثانية لدولور في 48 ساعة حيث سابق وانشر ستوري في انستغرام يشكر فيه الجزائريين على رسائلهم له وتؤكد كل المعطيات بان الخطوات التي يقوم بها دولور لن تجدي نفعا باعتبار ان بالمضي كان صارحا لابعد الحدود بشأنه عندما اكد شهر اكتوبر من السنة الماضية عن استحالة رؤية هذا اللاعب بقمس محارب الصحراء مدامه على رأس العارضة الفنية يذكر بان دولور اعذار ظهره للمنتخب الوطني الاشهر الماضية عندما طلب من الكوتش جمال يعثاءه من المشاركة في الكان من اجل تركيز على نديه وفي الاخير اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل ما هو الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة